ترجمة نانسي قنقر المقيمين بأهمية الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية من خلال تحقيق التباعد الاجتماعي للتصدي لفيروس كورونا لاحظنا في الفترة الأخيرة بأن هناك تهاون من بعض المواطنين والمقيمين في تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الوقائية وأيضا لاحظنا أن هناك بعض المخالفات من قبل بعض أصحاب المحلات التجارية والمطاعم أيضا طبعا هذه المخالفات تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وتم إحالة جميع المخالفين إلى النيابة العامة اللي أبي أنا وهله بأن توفير اللقاح ما يعني أننا ما نلتزم بارتداء الكمامة الوقائية توفير اللقاح ما يعني أننا ما نلتزم بتدابير التباعد الاجتماعي توفير اللقاح ما يعني أننا ما نلتزم بقرار سيدي صاحب المعالي وزير الداخلية بمنع التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص في الأماكن العامة رسالة أوجهها لجميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين أتمنى الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة من الجهات المختصة بالتصدي لفيروس كورونا لأن في هالشيء فيه سلامة لك أنت على المستوى الشخصي وسلامة للمجتمع بأكمله إن وحي أفراد المجتمع وتعاونهم والتزامهم بالمسؤولية تجاه أنفسهم وأسرهم والمجتمع هو غاية سامية تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا فالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات يعد ضرورة لنجاح الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا